تحياتي كرة القدم منذ الخمسينات وحتى اليوم دائما فيها لاعب كرة قدم برازيلي يعتبر نجمه إلو شعبي كبيرا البرازيلي اللي قدمت لكرة القدم بيلي وروماري ورونالديني ورونالدو ولاعبين آخرين موهوبين ورائعين ومختلفين عن نوعية اللاعبين اللي بنعرفها البرازيلي هذه ما عندها مدرب لو لاحظوا ما عندها مدرب برازيلي بنعرفه بأوروبا عندها مواهب عندها لعيبة مش عارف تجيب مدرب لمنتخبها لمستوى إنها اضطرة تجيب مدرب من إيطاليا في الـ 24 في حين لما نتفرج على جارتها الأرجنتين عندها مدربين في بلادها وبرها معروفين ومطلوبين ومتألقين وناجحين تجارب المدربين البرازيليين مع الأندية أبدا مش تمام في أوروبا سكولاري مع تشيلسي لوكسنبرغو مع ريال مدريد ما كانت تجارب ترفع المعنويات ولا الثقة فيهم فشو اللي بيخلي المدرب البرازيلي مش موجود ما بنعرفه ما بنسمع فيه بأوروبا السبب الأول المنطقي والعام يعني هو اللغة البرازيليين بتكلموا اللغة البرتغالية زي ما بنعرف وهما مجتمع عايشتوا واحده مع بعضه يعني دولة كبيرة عايشين الناس مع بعضها ما عندهم ذلك الانفتاح عن اللغات لما يكونوا مدربين أو لاعبين عايشين طول حياتهم في البرازيلي وهذا بيخلي صعب الأندية الأخرى تتعاقد معهم بنذكر من أهم التصريحات اللي خرجت عن جاري نيفل ومورينيو إنه اللغة جزء أساسي من نجاح المدرب لازم المدرب يحكي مع اللاعبين مباشرة واللي بتكلموا ببرتغالي في كرة القدم هم برازيليين وبرتغاليين فقلال جدا مقارنة بالجنسيات الأخرى زي الإسبانية والفرنسية والإنجليزية اللي تعتبر اللغة الجسر ما بين الجنسيات العالم في الفرق السبب الآخر المدرب البرازيلي ما زال ضمن فكرة الثقافة البرازيلية اللي هي مش منضبطة كثير في كرة القدم ما عنده ذلك الاعتماد والرهاني كثير على الفكرة التكتيكي بيحبوا نوع من الأريحية في اللاعب وهذا الشيء ربما عادة تترحب فيه وما بتقبله ومع المنتخب تبعهم بلش يبين مشاكل أكبر وأكبر أنه البرازيل تبدو عاجز تكتيكيا أمام فرق واضحة إنها أقل منها جودة أيضا في سبب آخر بيخلي المدربين البرازيليين مستمرين في البرازيل ألا وهو الفلوس المدرب البرازيلي في البرازيل بيأخذ رواتب جيدة وحسب ماركوس بكيتا لما إيجعى السعودية قال لك البرازيليين ما بفضلوا يطلعوا من البرازيل لأن المدرب هناك ضامن أنه يظلوا يلقى شغل وبراتب كويس وخصوصا لأنه برازيلي بيحب يظل في البرازيل فيه ظاهرة معروفة أنه البرازيليين بيحبوا يكونوا في بلادهم فليش يخرجوا من منطقة راحتهم خلونا نرجع للنقطة التكتيكية اللي حكيتها قبل شوي لأنها بدها شرح أكثر معظم المدربين البرازيليين بيعتمدوا على قدرات لعبيهم ويمشي على شغل فلي تكتيكي معقد ربما منتخب 2002 من أوضح الصور لذلك لما جابوا كأس العالم كان فيه ثلاثي بالأمام بعمل البدويا وسبع لاعبين بيحاولوا يغطوا عليهم دفاعيا وكان فيه تصريحات شهيرة لكافو كارلوس قالوا هذه كانت خطتنا أيضا المدرب البرازيلي لسه بيعتمد على الشحن المعنوي ويلا وحماس لمستوى أنه بعض الصحفيين البرازيليين ومنهم ريناتو ماوريسيو برادو قال المدرب البرازيلي بلغته بغرفة تغيير الملابس لو يعملها في غرفة نادي زي ريال مدريد اللاعبين رح يضحكوا عليه أنه كرة القدم ما عادت هذا الجرينتا والحماس بس كرة قدم صارت هدوء وتفكير وتركيز والبرازيليين ما أدركوا أنه كرة القدم صارت تعتمد أقل على الفرديات وتعتمد أكثر على الجماعية والأدوار وهذا الشي بنعرف أنه حتى صار فيه كلام كثير انتقادات أنه اللاعبين بطلوا قادرين يعبروا عن مهاراتهم بسبب كثرة التكتيك والتعقيد وربما هذا سبب أنه البرازيليين رحوا جابوا أنشلوتي لأنه مؤمن بتحرير الأفراد دعطيهم حريتهم وبنفس الوقت عنده قالب من الانضباط أفضل بكثير من المدربين البرازيليين طبعا هذه الأسباب اللي حكيتها كلها مدركها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عشان هيك عمل نظام ترخيص وشهادات مختلف جديد للمدربين زمان كان عشان تاخد رخصة مدرب في البرازيل بدك مرحلتين الانصر بدك أربعة من سمت 2014 الاتحاد البرازيلي وقتها قال لازم نجهز مدربيننا عشان يقدروا يشتغلوا في أوروبا أيضا أدركوا البرازيليين بعد نهاية مونديال 2014 أنه لاعبينهم المحليين عندهم قلة وعي بتطور كرة القدم الأوروبية وتكتيكها عشان كل مدربينهم كانوا برازيليين فصاروا يزيدوا نسبة المدربين غير البرازيليين في الدوري مؤخرا طبعا كانوا معظم المدربين غير البرازيليين مرتغاليين بشان اللغة وفي سبب أخير بنختم فيه ليش ما فيش مدرب برازيلي مميز ومشهور في أوروبا لأنه لعبة البرازيليين اللي بين شهروا بتميزوا بيكون هدفهم يخلصوا كرة القدم ويرجعوا حياتهم البرازيلية وثقافتهم عمرك سمعت أو تخيلت رونالدينيو ولا رونالدو ولا روماريو ولا حتى جونيور اللي هسه منشوفه ولا نيمار يصيروا مدربين ما بتتخيل ذلك أبدا ممكن تسأل نفسك هل كريستيانو بصير مدرب؟ بتفكر موديلتش يصير مدرب بتفكر إنيستا يصير مدرب بتفكر مستيصير مدرب بتفكر بس برازيلي مستحيل تفكر لأنك عارف بدي يخلص ويرجع لحياته فعدم تطور وتحول اللاعب البرازيلي لمدرب عنده اسم وعنده علاقات تخليه يشتغل في أوروبا وينشهر هي السبب رئيسي من عدم موجود مدادبين برازيليين لأنه هدو لازم يكونوا الملهمين اللي يمشي الناس وراهم طبعا هذه الحالة أثرت على البرازيل في الأندي وفي المنتخبات في المنتخب من 2002 المنتخب مش قادر يترك بصمة مواضحة في كأس العالم رغم موجود مواهب دائما المنتخب عنده مشكلة واضحة بأنه بصير معاه أخطاء تكتكية ملموسة وسهلة تصحيحها تلقى مدربه ما عارف يحلها وذلك بسبب حالة المدرب البرازيلي من قلة التعلم والوعي في تطورات كرة القدم وموجود بيئة غير مناسبة أساسا للمدرب البرازيلي في الدولة خسارة خسرتين بينطرد على طول فهذا الشي بيخليه مش كثير معني بالأفكار والتكتيك والتطوير بقدر ما هو معني يحافظ على وظيفته عشان هيك معروف كثير في البرازيل الاندي كثير بتعمل مدورات وتغيير خطط بعد كل خسارة بس الآن في البرازيل في مرحل جديدة فيه ضغط إعلامي لتطوير المدرب البرازيلي وإنه لازم البرازيل تطور وعيها الكرة ولو أرادت تعود لمكانتها بقمة كرة القدم الموضوع بده وقت بس بده شغل مع هذا الضغط الإعلامي مع بعض الأكاديميات الجديدة للمدربين الموجودة عندهم ممكن في السنوات المقبل نبلش نشوف مدرب برازيلي بدرب في أوروبا خصوصا لو قدروا يطوروا جانبهم الكروي بجانب الفكر التكتيكي والوعي الكروي وأول ما يجي مدرب برازيلي في أوروبا وينجح ويلفت الانتباه لإله مع أحد الأندير حنصير نشوف أكثر وأكثر مدربين من تلك البلاد بوصلوا زي ما صار مع الأرجنتين ومدربينها اللي ربما خدمتهم لغتهم الإسبانية نوصل لهم لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة